شوف بقى موضوع تاني للأسف بقى موضوع الحرائق اللي بتحصل دي وهل الحرائق دي بفعل فاعل ولا الحرائق دي بفعل الإهمال وبفعل إن ما فيش منظومة واضحة لإدارة الأزمات أو ما عندناش أصلاً أي منظومة لإدارة الأزمات أو للتعامل مع الأزمة النهاردة حصل أربع حرائق على سبيل المثال يمكن أكتر حاجتين فيهم في حرائق مثلاً ممكن ما نوقفش قدامها أو يقولك فيه عربية وراء دار القضاء العالي اشتعلت نتيجة مس كهربائي بالضفيرة الخاصة بس عارفين يعني لما بيكون في كلام عن الحرائق بيطلع كل الحرائق قدام لكن أكتر حاجة بقى لفتها للنظر الحريق بتاع محافظة القاهرة النهاردة في الدور الثالث والرابع حصلت الحريقة على الساعة عشر الصبح كده خبراء المعمل الجنائي توجهوا لفحص المكان طبعاً عرفنا إن أجهزة الأمن أبضت على اتنين ومشتبه إن هما متورطين في إشعال الحريق فيه مشتبه آخر هو الماس الكهربائي اللي هو حاضر طبعاً في كل حريق يعني وزارة الصحة والسكان قالت فيه خمس أشخاص تصابوا في الحريق لكن الحمد لله ما فيش حالات وفيات عندنا في الضرب الأحمر في عشة عمارة على العمارة كده انتقلت ليها ثلاث سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل ما يمتد لباقي الشؤاء والعمارة والحمد لله ما فيش إصابات عندنا في المينيا مبنى مؤقت لكنيسة السيدة العزراء بقرية الإسماعيلية البحرية في المينيا اتعرضت النهار ده لحريق وده اللي أعلنه الآن با مكاريوس أسقف عام المينيا الحريق ده حصل الساعة 2 الفجر وتم اتهام متطرفين إن هما وراء العمل ده معنا تقرير نشوف الحرائق اللي حصلت في الـ 24 ساعة اللي فاته حرائق تلو الأخرى نعم هذا ما تشهده الآن محافظة مصر وخاصة العاصمة المصرية القاهرة حرائق تنوعت ما بين المباني السكنية والقطارات والمصانع والمحل والمخازن التجارية والمنشآت السياحية والثمن أرواح بشرية وخساء رمالية تقدر بملايين الجنيهات حيث شهدت مصر اليوم اندلع أربعة حرائق ثلاثة منهم بالقاهرة كاحتراق الطابق الثالث بمبنى محافظة القاهرة واشتعال النيران بسيارة ملكي في جراج در قضاء العالي وحريق بأحد العقارات في منطقة الدرب الأحمر انتقالا إلى البحر الأحمر حيث كان هناك حريق بمغزن الصوامع في ميناء سفاج البحرية والذي تسبب في احتراق حافلة أمتعة شخصية بالكامل حرائق هنا وهناك كان أكبرها ما شهدته منطقة الرواية التجارية وبعده بساعات قليلة كان حريق أشرات المحل التجارية في منطقة الغورية بالحسين حرائق شملت محافظة مصر بجراش بين القناطر بالقليوبية والنساجون الشرقيون بالشرقية وغيرها الكثير حرائق أثرت غضب الكثيرين ودفعتهم لطرح العديد من الأسئلة التي كان منها من المتسبب في هذه الحرائق